لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اهلا وسهلا بيا حضراتكم كالعادة نبدأ دايما بموجز الاخبار الموجز بيقول ان الاسماعيلي فاز على القطن الكاميروني بهدفين لبير محمدي وكريم بامبو وضع قدم في دور المجموعات بدوري ابطال اوروبا الوينشي عدل المشاركة في مران الزمارك بعد تعافيه من الاصابة في العدرة الضمع وتدريبات تأهلية لطارق حامل كريستان جروس يرفض فكرة عودة شيكابالا ومحمد عنطر يطلب الرحيل للحصول على فرصة افضل للمشاركة اهاب جلال وصل الى القاهرة ومنها الى سامير حلبية رئيس النادي المصري واجتماع مع مجلس ادارة النادي المصري اللي وضع الاتفاق على خارطة طريق الاصلاح في النادي المصري في الفترة المقبلة احمد حسان مئميدو مدربا مؤقتا ومستشارا فنيا لنادي الوحدة السعودي حتى نعاية الموسم خلفا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي الجزائر ترفض تطبيق قرار اتحاد شمال افراخي لكرة القدم الذي يسمح بالتنقل للعبين بين مختلف الدوريات ومصر هتحزو حزوها ريفر بوليو حافظ على صدارة الدوري الانجليزي بثلاث اهداف مقابل هدف في مارم المان يونايتد وارسنال يسقط امام ساوس هامتون بثلاث اهداف مقابل هدفين وعندنا كل نتائج البطولة الافريقية خلينا نروح الى التفاصيل اعزائي المستمعين ونفكر حضراتكم اعزائي المستمعين انه الاسماعيلي تعاقد مع البلجيكي سيدومير جانوفيسكي ده المدير الفني الجديد للاسماعيلي هو اه درب كتير في بلجيكا وله سيرة ذاتية اه جيدة فضل النهاردة انه يتابع اه او مبارح فضل انه يتابع المباراة من خلال المدرجات و اه يعني حصل اه حوارات ما بينه وما بين الجهاز الفني لكنه اه لم يتعرف على اللعبين بشكل جيد حتى هذه اللحظة هو حيقود اه الاسماعيلي في لقاء العودة باذن الله كل التمينات بالتوفيق للنادي الاسماعيلي لانه امر مهم جدا وجود النادي الاسماعيلي في دور المجموعات الاسماعيلي هو اول بطل افريقي طيب انبارح كان يوم اه اه مشهود في النادي الاهلي الاهلي كده ازا نتقوله كده ايه خدنا على اخوانا يعني يعني اه رأس الناس كلها وانبارح خلص كل حاجة انبارح الاهلي اه استقر على مدربه و اه جاب المدرب كمان امرت اللاسارتي الارجواني اللي انا قلتلكه اه امبارح كل اه اه يعني تفاصيله من اولها الاخرة و اه اه وضح قصته و وضح سرته و اه اه وقع العقد النهاردة اه او امبارح وقع العقد في النادي امبارح اه كان في وجود كابتن محمود الخطيب الاول وبعد كده كابتن سامير عدلي وبعد كده كابتن سيد عبدالحفيز بعد كده امير اه توفيق والراجل عمل جولة في النادي الاهلي بالصدفة انا كنت متواجد في النادي الاهلي امبارح شفته كان ماشي في حالة انبهار لانه عارفين حضراتكو الفرق في اوروبا وفي امريكا الجنوبية مفيش نادي اجتماعي كده مفيش جنينة ومفيش مطعم ومفيش حضائق ومفيش جم لا 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 تبع حاجة خاصة بكرة القدم فقط لا غير فالراجل يعني امبارح وبيتجول في النادي كان في حالة انبهار وحالة سعادة واستحب اتنين مساعدين معاه المدرب سباستيان وده كان لعيد في المنتخب الرجواني وايضا مخطط الاحمال الخفير وكمل هو بمحمد يوسف مدرب عام وسامي امصان هيكون مساعد مدرب معاه وطارق سليمان هيكون مدرب حراس مرمى ويعود عادل مصطفى لتدريب فرقته اللي كان بدربها فرقة 2003 لكنه الاكتر ان الاهلي امبارح اعلن كل التفاصيل بقى بعد اعادة هيكلة وتشكيل قطاع كرة القدم من اوله لاخره قطاع كرة القدم الغى تماما قصة اللجنة الفنية مبقاش فيه لجنة فنية بقى مشرف عام على الكرة هو كابتن محمود الخطيب ولغى اللجنة اللي هي او لجنة الكرة عفوا وما فيش حاجة اسمها لجنة فنية في حاجة اسمها لجنة اكتشاف الموايب بعد اعتزار كابتن علاء ميهوب تم اسندها لكابتن محمود صالح ويعاونه كابتن ناجي خليل وكابتن حمدى برادي وكابتن صدي الجمال ادارة التعاقدات قبل استقالة فضل وحسام غالي وتم الاستغناء عن خدمات هيسم رابي واصبح عدل قياه مستشارا للتعاقدات وامير توفيق مديرا للتعاقدات كمان حصل تعديل في قطاع النشئين باعلان هشام حنفي مساعدا لمدير القطاع كابتن فاتح مبروك وخالد بيبو مديرا عمل القطاع الاكاديميات دي تقريبا كل التغييرات اللي حصلت في النادي الاهلي بالامس وخلصة الحكاية وخلص الموضوع عند هذا الحد ويبدأ الاهلي صفحة جديدة بدءا من في برسعيد خروج من الكاس موقف متدهور في بطولة الدوري على يعني شفى حفرة والخروج من بطولة الكونفادرالية الافريقية تحرك مجلس الادارة وتعاقد مع كابتن اهاب جلال لتولي مهمة المدير الفني الجديد وكابتن اهاب جلال كالعادة مع حمد ابراهيم ومع سيف داود ومع ياسر عزت ومع مصطفى كمال دا في الجهاز الفني لنادي او لكابتن اهاب جلال اللي حيقود النادي المصر لكنه في نفس التوقيت في غضب شديد جدا من نادي اهل ترابلس جمعتني مكالمة بسيد ساسي بعون بعون رئيس نادي اهل ترابلس قال انه كان في اتفاع انه كابتن اهاب يعني سدت شهر دا شرط الجزائي لكن قال فجئنا انه كابتن اهاب ما كانش في الفندق وده امر احزلنا ودايقنا جدا وزعلنا جدا يعني فبيقول انه انا مستني رد من النادي المصري وقال حرفع شكوى للفيفا لو ما خدتش الشهر الجزائي وكان زعلان جدا في المقابل المسؤولين في النادي المصري قالوا احنا ملناش علاقة بهذا الامر النادي المصري دور على مدارك كويس وشاف انه اهاب جلال هو اللي يقدر يقود الفريق في المرحلة المقبلة وتم وضع كل اللمسات النهائية في اجتماع بالامس في مكتب السيد سامير حلبية بيئة القاهرة لانهاء كل يعني خطوات التعاقد مع كابتن اهاب جلال وكل جماهير بورسعيد عندها امل كبير انه اهاب جلال يكون هو نقطة الفصل او نقطة العودة من جديد لفريق النادي المصري احنا نتمنى لهم يا رب كل توفيق باذن الله طيب كمان من الاخبار المهمة جدا اللي عجبتني قرار الجزائر انها رفضت تطبيق قرار اتحاد شمال افريقيا اللي بيسمح بالتنقل الحر للعبين بين مختلف الدوريات ده انت عارفين اتحاد شمال افريقيا بيضم التالي بيضم مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا المفروض يعني بهذا الاتحاد يعني اتحاد بدأ يفعل من شخصيته ومن دوره خلال الفترة الاخيرة وبتبقى فيه اختراحات كتيرة جدا من ضمن هذه الاختراحات انه اللعيب العربي او اللعيب اللي بينتمي لجنسية دولة من الدول دي لو لقى في اي دورة من هذه الدوريات مش هيبقى اجنابي هيبقى محلي تونس طبقته وهي حرة يعني لكنه الجزائر قالت احنا مش هنطبقه احنا مش هنعتمد هذا القرار ده يعني ما ينفعش معنا ما يمشيش معنا قال احنا عندنا اجراءات تنظيمية وتشرعية واجب تحضرها اخصى بتعلق برخص العمل والتصريح ده ضمان اجتماعي وقالت انه الخسر في الوضع ده اندية كتير جدا موجودة في الجزائر وبالتالي لن يعني يكون هناك موفق اتحاد شمال افرقيا كان محدد يوم الاربع الجاي اخر مهلة للاعضاء الاتحادات الاعضائية الجزائر وليبيا وتونس ومغرب ومصر ومرتانية لاعتماد قراره ومعلوماتي انه الاتحاد المصري لن يعتمد هذا القرار وقرار اختيار يا جماعة مش اجباري بالمناسبة كمان كان في اختراح انه هذه الاتحادات ما بينها وبين بعضها تعمل تصفياتها يعني انت عايز تعمل مثلا تصفيات افرقيا بتحت 19 سنة مثلا بدل ما تروح السنغال وتروح ناجيريا وتروح رواندا وتروح لا تعملها مع الجزائر والمغرب وتونس ومرتانيا وليبيا كان اختراح من ضمن الاختراحات والاتحاد الافريقي كان موافق على هذا الاختراح بس برضو هو اختراح اختياري هل حيتم تطبيق نظام التصفيات هل بعد سنة ممكن يتم تطبيق نظام الانتقالات ننتظر ونرى لكن المؤكد ان اتحاد المصر لكرة القدم لا نية له لتطبيق هذا الاختراح في هذه المرحلة لانه عنده عدد كبير جدا من اللعبين الاجانب بعيدا عن شمال افريقيا نرجع تاني للنادي الاهلي اخبار ايضا وليد سليمان تم استبعاده عنده الام في مفصل القدم الانكل الجهاز الطبي فضل انه جاهزه المباراة جيمال اسوبي منظرات العودة واخد حقنا لكنها حقنا يعني زي بقولوا حقنا حقنا التخدير يعني مش حقنا او مش حقنا التخدير حقنا مسكنا انا متعسف من اخبار السعادة للنادي الاهلي ان احمد فتح شارك في مران النادي الاهلي شارك بالمران كاملا وكانت حالته ممتازة ومحمد نجيب بدأ يبقى افضل شوية في البرنامج التاهيلي وكان عمل غدروف وبعدين حصل شوية مضاعفات وبالتالي بدأ يستعيد توازنه مرة اخرى بشكل جيد ده عن كابتن شريف اكرامي كابتن وليد سليمان والنجوم محمد الشنوي ومحمد نجيب ده اول الاحداث داخل النادي الاهلي من الجانب الفني لكن عندي خبر مهم جدا وهو في النادي الاهلي انه بعد التعاقد مع جيرالدو الاهلي قد يعني يستغني عن كوليبالي لانه الاهلي عنده معلول وعنده ازارو وعنده كوليبالي وعنده جيرالدو والد ازارو فبالتالي الاهلي كان عنده زيادة في اللعبين من هنا الاهلي قد يستغني عن كوليبالي يعني العارض بتاعه كان سنة واحدة وبالتالي مش هبقى فيه مشكلة بالنسبة النادي الاهلي والاهلي بيعتمد جدا على نسبه جلبان في مثل هذه الامور وبيدوروله على عقد تونسي لكن مش هيبقى سهل انه يلاقوله عرض تونسي لانه الامر مش بالسهولة للناس المتخيلها عموما نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع خلينا نروح لفاصل تاني بعد الفاصل هحكي لكم حكاية ميدو مع نادي الوحدة السعودي ايه قصته ايه موضوعه وتوقعاتي لهذا الملف جديد عزائي المستمعين الحقيقة مبارح نادي الوحدة السعودي اعلنت عين كابتن احمد حسان ميدو مدرما مؤقتا ومستشارا فنيا للنادي الحساب الرسمي النادي الوحدة على تويتر قال بالضبط كده اتمت ادارة النادي اتفاق مع نجم المصر الشهير احمد حسان ميدو للعمل كمستشار فني للنادي حتى نادي المرسم قالت بالاضافة الى اسناد مهمة تدريب الفريق الاول لقرة القدم اليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد الوحدة اقال مدربه البرازيلي فابيو كاريلي كانوا خسروا مباراة الاتفاق وميدو انتو عارفين ضرب الزمالك وضرب الاسماعيلي وضرب ودي ديجلة وكان فاز مع الزمالك بطولة الكاس عام 2014 طيب القصة ايه القصة انه ميدو الحقيقة يختبط بعلاقات طيبة جدا في المملكة العربية السعودية ميدو بقى بصوا خدوا مني معلومة ميدو كمدرب عنده فكر ربي جدا وميدو مع الفكر ده عايز امكانيات تاني ميدو مع الفكر ده عايز امكانيات الظروف اللي هتبقى مهيئة في السعودية هتبقى مهيئة بشكل اكتر من ممتاز لميدو للنجاح انا بتصور كده يعني ينجح بشكل ممتاز وبشكل جيد كمان عنده الفرصة وعنده الامكانيات هناك بس محتاجة شوية فدوق كده وشوية تركيز من بتوعه وهو الحقيقة لما بيركز بيركز بيبقى حاجة كويسة اتمنى له ان شاء الله بإذن الله كل توفيق وكل نجاح وانه ميدو يعني يشبه حويته رغبته هو امله انه فكره اللي موجود في دماغه يطبقه في ارض الملعب معرفش يعمل ده في دجلة معرفش يعمل ده في الزمالك معرفش يعمل ده في الاسماعيلي نتمنى ان شاء الله انه ينجح في ده في نادي الوحدة السعودي وانتعرفين نجمنا محمد عواد بيلعب هو حارس مرمى نادي الوحدة السعودي طيب عندي موضوع مهم جدا وهو الشخصية الشخصية بتاعة اللعيب الشخصية بتاعة المدرب الشخصية بتاعة النادي ركزوا مع الله يخليكم لان الكلام ده مهم جدا مثلا هتكلم على نادي اوروبي نادي منشستر يونايتد منشستر يونايتد قاعد يدور فترة طويلة جدا يبحث عن الشخصيات شخصية اللعيب شخصية المدرب شخصية النادي شخصية المدرب لقاها فيه أليكس فيرجسون فيرجسون اللي قاعد يضرب النادي حوالي 7 لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة